طيب خالد الغندور جاب للأهل جرس كريم حسن شحات جاب للأهل مين نشوفه أنا عايز أقول حاجة والله مش عارف أقولها ولا لأ مش عارف أقولها ولا لأ أن هي هتعمل مشكلة ما بين الأهل والزمالك أقول طيب من 3 يام من 3 يام مثلا كل شوية كل يوم أقول خبر على كارتيرون مش عارف هاي بقى حظ معاكد من 3 يام حد من مسؤولين النادي الأهلي كلم باتريس كارتيرون عشان باتريس كارتيرون يجي يمسك النادي الأهلي ده خبر مؤكد والخبر ده من داخل نادي الزمالك ومن مصدر مقرب من باتريس كارتيرون من 3 يام من 3 يام حد من مسؤولين النادي الأهلي أو حد من الناس اللي تابع النادي الأهلي جسوا نطد كده باترس كارتيرون عشان كارتيرون يرجع يمسك النادي الاهلي مرة اخر وحنجيب لكم تأكيد في القصة كالعادة برضا عشان تبقوا ايه خبر كده ايه في السريع يعني يا جماعة اقروا المشهد عشان تتعلموا منه يا جماعة مش ماقول الناس بتشتغلكوا الى ازي الدرجة كارتيرون عايز يمضيلوا عقدوا ويرفع عقدوا وعود له سنتين تلاتة فقال لك عندي في الامارات الاهلي دي اشتغالة من حد تابعه زي اشتغالة النقاز كده واخد بالك حاجة كريم قال لك الخبر من ناق ده جال من داخل الزمالك ايوة يعني الاول مرة خبر على الناق يجي من الزمالك اشتغالة اصد ابراهيم زي اشتغالة النقاز واخد بالك الوكلة بتلعب كريم سمع الكلام ده فعايز يتأكد فاتأكد من مين الاستاذ طريق جبريل كان قاعد معاه بس الرجل التاني حصيف مش عايز ينفيهاله عشان برضو هو مش عاند ما عندوش كل الاصرار خايف يكون لها حد او حد من زمالك عايزة تمشي كده واخد بالك فقال له هو جاله جاله عرضين قال له واحد من برا مصر والتاني من جوا مصر قال له اه قال له تمين اللي جوا مصر قال له لا جاله عرضين يعني مارضاش يقول له مين مهلاو القالي كان قال له لا كويس لكن هي الفكرة انها لما تمشي كده وانا تعقدت مع كارترون وثلاث سنين انا عطاعت على الاهلي وتفوقت على الاهلي وانتصرت على الاهلي وهو من باب تاني حق كل ما يطلبه بانه رمى كارتل الاهلي زي اي لعيب وكيله عايزه يقرب من الاهلي يحدف اسم الاهلي المنافس انما كارترون اللي بعدما الاهلي استغنى عنه وما هربش من الاهلي يعني وراحي الزمالك علق تعليقات تداي يعني يعني كلاتا مجاملة الاهلي والتحكيم مش عارف ايه ده لا يمكن خدها مني بقى مستحيل كتالوج الاهلي بيقول الراجل ده يشتغل ببلاش في الناد الاهلي مستحيل الراجل ده يشتغل ببلاش في الاهلي فاللي قالكو كده بيشتغل ده يشتغل فكون يعني الكابتن كريم حسن لوك يعني انا شخصيا بقدره والموان سعدل عارف بيقدره هو كان امين قالك حد من المجال لكنه هو هي فكرة ان انت حتى هو كريم بدأ عندي خبر اول ولا ما قلوش هو عايز اقول له يا كريم لما تتردد تقوله لو ما تقولش ما تقولش عملها قبل كده برضو في حاجة تاني قبل كده فضل متردد اقوله لو ما قلوش وكانت برضو فانكوش فخد بالك مش منطقي انه الخبر عن الاهلي يخرج من الزمالك لانه لما تقول خبر جالي من الزمالك وعن الاهلي فاتأكد انه مش هيروح الا لف السكة اللي الناس في الزمالك عايزاه ده اكيد يعني من حيث المنطق لكن زي ما الموانت سعدل قال عمره ما كارتروني يشتغل في الاهلي كتالوجه بالطريقة حتى اللي تعامل فيها ينفع الاهلي يرجعه فالطمن تماما يا كريم انت واللي قالك الخبر كون ان كارتروني يشتغل او وكيله او حد من اللي حوالين منه يستخدم اسم الاهلي علشان يسرع اقاع التفاوض معاه او يحقق مطالبه هذه لك وقد كان لكن ما للاهلي لا وانا عايز اقول لك على حاجة يا كريم كابتن كريم انا سألت امير توفي هيوة بوضوح اكد لي الاهلي لم يفكر مطلقا في الاستغناء عن بيتسو موسيماني مثلا قولا واحدا لم يطرح على مسؤول الاهلي طوال الفترة اللي فاتت التفريط في بيتسو موسيماني لسببين ثلاثة السبب الاولاني خاص بايقاع ونظام العمل في النادي الاهلي مش بتاعنا نتيجة مباراة هتمشي مدرب النقطة التانية ان النادي الاهلي لما تعاقد مع بيتسو موسيماني تعاقد مع بيتسو موسيماني المشروع على مشروع كامل متكامل لكرة القدم بدأوا بالاتفاق والتنسيق مع بيستر بروكتش المدير الفني للقطاع واللي متعرفهوش انه فيه تناغم بشكل هارموني ما بين بيتسو موسيماني وبروكتش على طريقة اللعب وتدريب الناشئين وده اهم حاجة على اداء موحد هنبدأ الهجمة من تحت هنبدأ بصه وحركة هنبدأ بكرة بشكل معين اللي بينفزه بيتسو موسيماني مع الفريق الاول او يتمنى انه يوصل لدرجة الافضلية فيها والكمال هو اللي بيتنفس في فرق قطاع الناشئين فانت بتتكلم على مشروع لكرة القدم مش لمجرد مدرب للفريق الاول مع نتيجة مباراة يمشي فبالتالي كارترون بشخصيته الدفاعية وبطريقة اداءه ابعد ما يكون عن مشروع الاهلي بالشكل ده من حيث المعنى ومن حيث المضمون فبالتالي للاهلي فكر في الاستغناء عن بيتسو موسيماني هذا قولا واحدا بشكل واضح وصريح من مدير التعاقدات امير توفيق لم يطرح الاستغناء عن بيتسو موسيماني وبالتالي لم يفكر احد على الاطلاق في الاستعانة لا بكارترون ولا بغير كارترون لكن كمان كريم ومعاه استانى بس الاول عشاني برضو للاجابات المنطقية دي للأسئلة الغير منطقية عايز اسألك سؤال هو يعني موسيماني ده انت حتغيره طب لو كنا كسبنا بضربات الجزاء موسيماني استهل الموسم بنجاح ببطولة جديد ببطولة جديد مش ده دي ضربات جزاء المباراة مدتناش اللي احنا عايزينه لان اللعيبة في هذا التوقيت مش احسن حالاته فالفوارق مش واضحة الماتش التاني احسن شوية ليه لان بقى فيه وقت اطول شوية تتوقعن الاداية احسن مع الاستمرار ودي حننقشها ما نيجي ننقش